على وجه كوكب الأرض تتجل العديد من المواقع التي تحمل في طياتها أحداثا غريبة ومذهشة بعضها تمكن العلم من فهم جزء منها بينما استمر البعض الآخر في أن يكون لغزا لم يحل بعض إليكم هنا خمسة أمور غريبة على وجه كوكبنا جسر أوفرتن جسر أوفرتن في ديمبارتن بإسكوتلندا يعد من بين المواقع التي تشهد أحداثا غريبة يعرف غادة بجسر الكلاب المنتحرة حيث أن العديد من الكلاب قفزت منه وصغطت في قاع الوادي على مر الخمس ناخما الماضية لحد الآن لم يتمكن العلم من تفسر سبب هذه الظاهرة اتصل الكلاب إلى الجسر ثم فجأة تقفز من أعلى الجسر يردد بعض الناس أن جسر أوفرتن هو مكان تقابل السماء والأرض مما يدفع له ضاقات مغناطيسية خاصة ويعتقد آخرون أن هناك شبحا معرف بالسيدة البيضاء يتجول في هذا الموقع ويحص الكلاب على القفز هناك أيضا تخمينات بأن رائحة بعض الثديات المتواجدة تحت الجسر تذيب الكلاب أضواء مارفا في مارفا بتيكساس تظهر أضواء غامدة تتحرك من مكان إلى آخر تشبه بشكل ما كرة السلة تتألق بألوان متنوعة يتفوت حجمها بين الصغير والكبير حيث يمكن أن تكون بحجم منزل أو سيارة هذه الظاهرة الرائعة لا يمكن لأي شخص تفسيرها حتى الآن درست جيمس بونيل هذه الظاهرة بتفصيل وهو مهندس فضاء سابق في الناسا عامل في المنطقة لمدة 12 سنة يقترح أن هذه الظاهرة تحدث بسبب تداخلات تحت سطح الأرض مثلث بيرمودا هذا المكان شهير بالغضد من الأساطير والقصص ومع ذلك لا يمكن إنكار أن بعض الأحداث التي وقعت هناك لا تزال غامدة تماثل هذه المنطقة تحديا لأنه تم اختفاء بوصلات ومراكب ضمنها والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو اختفاء العديد من السفن والطائرات داخل هذا المثلاث ربما يعد ذلك تابعيا نظر لارتفاق الأمواج إلى 18 مترا وأحيانا حتى 30 مترا فضلا عن التغييرات الجموية الشديدة وعلى الرغم من ذلك حدثت بعض الاختفاءات في ظروف جموية جيدة موهينغو دارو ذكر أن موهينغو دارو هي مدينة غريبة تقع في وادي إندوس بباكستان وتعد من أكثر المناطق غموضا على وجه الأرض تم اكتشاف هذه المدينة تحت الصحراء ويبلغ عمرها حوالي 4600 عام كل الدلائل تشير إلى أن سكانها اختفوا فجأة تم العثور غلاجثة متحدة الأيدي ويبدو أن كثيرا منها تغرض للتلوث الإجعاعي لكن لم يكشف علميا خط الآن عن ما حدث في هذا المكان شكرا لكم متتابعي قناة فيروزي على وفائكم ودمتم في حفظ الله ورغيته